أخبار اليوم الحقيقة الشيء الأهم في الموضوع هو الجسر اللي يربط المملكة العربية السعودية بمصر وبالأصح يربط قارة آسيا بأفريقيا وهذا الحقيقة بادرة طيبة أو مهمة بالنسبة للاقتصاد والاستثمار تسهيل التنقلات، تسهيل وصول البضائع، تسهيل الحقيقة أمور كثيرة، يعني الرحلات الدينية، الحجاج هذا الجسر الحقيقة كان من أهم ما برز في الاتفاقيات والحمد لله، الاتفاقيات الأخرى التقارية والأمنية يعني اتفاقية كثير، حوالي 17 اتفاقية لاحطوها وبرزت بالنسبة بين الوزراء ووقعها الوزراء سواء في السعودية أو في مصر فزيارة الحقيقة تعتبر تاريخيا ألحظت أنه بعد منتدى استثمار رجال أعمال المصريين والسعوديين هل أنت شايف أن فرصة المنتدى كان فرصة طيبة؟ أنت ممكن تشارك في الاستثمار المصري؟ حقيقة الاستثمار في مصر مستهدف من قبله من قبل رجال أعمال السعوديين وشجعنا على ذلك الحقيقة التواصل بين المملكة العربية السعودية والجمهورية مصر العربية الجانب الآمن من ناحية الاستثمار في مصر تدعمه القوانين التي أصدرت مؤخرا بالنسبة لمصر هذه من الأمور التي تشجع وإن شاء الله أننا متوجهين إلى استثمار هنا بإذن الله حداك مستثمر شايف الفرص الاستثمار في مصر إزاي؟ وشايف حداك أنت كمستثمر إيه اللي أنت عايزه من مصر خلال فترة؟ والله أنا مستثمر الحقيقة في استثمر في السياحة استثمر في الزراعة أنا من المستثمرين عندي فنادق في المملكة العربية السعودية وأستثمر في هذا الجانب هذا جانب مستهدف بالإضافة إلى الزراعة برضه جانب مستهدف الزراعة في مصر ناجحة مياه متوفرة فيه أساسيات النجاح كذلك العقار مصر أصبح سكانه يصلون إلى حوالي 100 مليون فالاستثمار في العقار جيد ومربح وهذا هدف من أهداف رقاء الأعمال وهدف شخصي بالنسبة لي حداك ممكن تقشل للسول مصر فبهذه حقم استثمر فيه والله يتوقف على البداية والنجاح يعني قديم تد استثماراتي إلى 500 600 700 مليون في هذا الرنج إلى أن تتضح الرؤية وقد تصل المبالغ إلى أكبر لا ريال طيب أنت شايف أيها من المجالات أنت إن شاء الله هتستثمر فيها قلت لك مجالات السياحة اللي هي الفندقة والمنتجعات ومجالات الزراعة ها المجال الزراعي فيه دراسة فيه الدراسة فيه الدراسة فيه الدراسة عندي فيه دراسة فندق في المملكة العربية السعودية وممكن أن ينفذ فيه في مصر فندق مماثل شرم الشيخة والله إليها الحمى قرر شرم الشيخة والسكندرية والقاهرة يعني اعتمد على الدراسة والله اللي أطلب هو سهلة الإقراءات الأنظمة الثابتة الغير متغيرة هذه مشجعة المستثمر لما يكون سرعة الإقراءة مثلا ما أجي مثلا المستثمر أرى في إقراءات مطولة هو تابعها أنا أبغى اختصار لهذه الإقراءات بحيث أني أبدأ عملي شكرا